رحنا نستنجد بإسعاف بأي حد يقدر يصل لهند وعمه وزوجته وأولاده لم يتوقف السؤال إذن عن فلذة كبدها لمدة 12 يوما لكن هند ابنة الست سنوات باتت اليوم ضحية حرب قاسية وخمسة من أفراد العائلة وفريق الإنقاذ الطبي رحلت هند وهي تلخص قصة موجعة من قصص يكتبها الجيش الإسرائيلي بلغة العنف وارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق أطفال عزل رغم ما أقرت به محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل عدم ارتكاب الإبادة 12 يوما من جملة نحو 130 يوما شهد العالم أجمع ترقبا لطفلة تحولت حياتها البريئة إلى جحيم على الرغم من أن فرق الإسعاف قدمت إشارات إغاثة لإنقاذ من بداخل تلك السيارة التي كانت قبل أيام تلفظ أنفاس النجدة أمام عالم يتفرج على الشاشات دون أن تضع إسرائيل احتراما لمواثيق الإنسان مؤسسات أممية وحقوقية دعت إلى توثيق الجريمة المروعة كواحدة من مئات المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي وإيقاف إراقة الدماء سيما مع وعود أطلقتها حكومة نتنياهو باشتياح بري لمدينة رفح تلك التي تأوي مئات ألاف الأطفال والنساء والشيوخ والشيوخ ترجمة نانسي قنقر